يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم آل محمد سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته فنرامى الظهور المهدوي الحلقة الحادية والسبعون البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقاً للمنهج اليماني الزبدة الذهبي أعرف إمامك وأعرف بإمامك المعرفة الذهبي إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبي رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبي طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجفي وكربلاء طلاقاً بائناً لا رجعة فيك إن كنت راغباً في إمامك ملحق بانوراما الظهور لازلت معكم في العنوان الثاني حوزة الحمير وهذا هو الجزء العاشر إنها الحوزة الطوسية في النجفي وكربلاء هذا هو حالها منذ أن أسسها الطوسي سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة وإلى هذه اللحظة حالها هو حالها إنها حوزة الحمير أتحدث عن الحمير البشر فإن القرآن قسم رجال الدين إلى مجموعتين مجموعة رجل الدين الإنسان ومجموعة رجل الدين الحمار هذا المضمون واضح وواضح جداً في آياتي سورة الجمعة لا أريد أن أقول في مقدمة أكثر من ذلك العنوان الذي مرت الحلقات الماضية في أجوائه أصوات طوسية سيستانية جاهلة ضالة مضلة وهذا هو القسم الثالث أصوات وصلت معكم إلى متحدث من الأجواء السيستانية من الذين اشتراهم من سوق الحوزة محمد رضا السيستاني أحمد سلمان وعرضت لكم حديثه عن اليماني وعن طاعة اليماني يجيب على أسئلة إنه علامة علامة كبير خلاصة قوله هراء في هراء وأعتقد أنه بإمكانكم أن تقارنوا بين منطقه الذي تعلمه من الطوسيين المعتوهين المتخلفين في الحوزة الطوسية القذرة وبينما طرحته وفقا لمنطقي دين العترة الطاهرة لا زال الحديث متواصلا بينت لكم الموقف من القيام والمراد من القيام النهوض في مواجهة الظالمين أن تكون المعارضة مسلحة القيام لتأسيس دولة في السياق والاتجاه الديني العقائدي قسمت الزمانة الدينية بالنسبة لنا إلى أربعة أقسام القسم الأول من يوم البعثة إلى يوم شهادة إمامنا الحسن العسكري إنه عصر الحضور المعصومي ما عندنا من مشكلة المعصوم حاضر ونحن نستطيع أن نتواصل معه بنحو مباشر ونعرف الموقف من خلاله القسم الثاني من يوم شهادة إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه إلى يوم وفاة علي بن محمد السمري حيث تنتهي الغيبة الأولى ما عندنا من مشكلة بإمكاننا أن نتواصل مع إمام زماننا عبر السفراء والإمام هو الذي يحدد الموقف القسم الثالث الغيبة الكبرى من أولها إلى وقت ظهور السفياني في شهر رجب العلامات القسم الرابع من وقت ظهور السفياني إلى وقت ظهور إمام زماننا التكليف واضح الأئمة شخصوا لنا تكليفنا قطعا إذا كنا قادرين على القيام به أن نكون تحت راية اليماني التكليف واضح وواضح جدا وأن نسعى بقدر ما نستطيع أن نكون تحت راية اليماني مثل ما قال إمامنا الصادق لسدير الصيرفي ولو على رجلك إذا لم تتوفر لك الأسباب المناسبة لزمانك وهذا أيضا يكون مناسبا مع زماننا فأقدم إلينا ولو على رجلك وذلك حينما يظهر السفياني الجهة التي يتحدث عنها إمامنا الصادق إنها جهة اليماني وهذا واضح من خلال رواياتهم وأحاديثهم الشريفة الكلام يبقى عندنا في القسم الثالث من بداية الغيبة الكبرى وإلى مرحلة ظهور السفياني الروايات منها مانعة تمنع القيام ومنها مادحة وتشجع عليه لا أريد أن أقرأ الروايات مرة أخرى عليكم كي أن تفع من وقت الحلقة الروايات المانعة الذامة والروايات المادحة المشجعة ليس هناك من تناقض فيما بين هاتين المجموعتين إنما كل مجموعة في سياقها الروايات الذامة المانعة في سياقها بحسب الظروف الموضوعية والملابسات الخاصة بكل واقعة بكل حادثة والأمر هو هو يجري في الروايات المشجعة والمادحة إن إنني أتحدث في الجهة النظرية المحضة لا شأن لي بالتطبيقات التطبيقات سنختلف عليها سيختلف الجميع عليها إن كنا نتحدث عن تطبيقات في الماضي أو عن تطبيقات في الحاضر لا شأن لي بالتطبيقات كلامي نظري فأنا لا أمثل جهة من الجهات ولا أدافع هنا عن جهة من الجهات مطلقاً أنا لا أمثل أسرتي أمثل نفسي فقط ولذا فإن كلامي نظري 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 لأنني في الحقيقة يائس إلى أبعد الحدود من الواقع الشيعي وليس اليوم منذ زمن بعيد لأنني عرفت حقيقة الواقع الشيعي إنني أتحدث عن كواليس الواقع الشيعي لقد عرفت كل ما يجري في كواليس الواقع الشيعي ولذا فإنني يائس إلى أبعد الحدود من الواقع الشيعي قد يقول قائل إنك تتحدث بحماس هذه وظيفتي الشرعية إنني في مقامي الإتيان بوظيفة الشرعية حماسي لأجل أنني أقوم بوظيفة الشرعية ولا شأن لي بالواقع الشيعي مثل ما قلت لكم في الحلقات الماضية من أنه ما بين الحمير والجحوش ضاعت العروش والنقوش هذا هو واقعنا الشيعي من الجهة النظرية من الجهة النظرية إذا توفرت الظروف المناسبة والقيادة الحكيمة وا 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 فإن القيامة سيكون ممدوحا وسيكون ممدوحا وممدوحا وممدوحا وسيتضح هذا المعنى جليا في هذه الحلقة أو في حلقة يوم غد فهناك موضوع لا بد أن أتطرق إليه التقية وما علاقة التقية بالموضوع الذي بين أيدينا سأتناول موضوع التقية في حلقة يوم غد حتى تكتمل الصورة أذكركم بهذه الرواية والتي قرأتها عليكم في الحلقة الماضية أنني أقرأ من الكافي إنه الجزء الثامن طبعة دار التعارف بيروت لبنان أقرأ من الصفحة الرابعة والثلاثين بعد المائتين حديث حديث حدثنا به أبو بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت يُعبد من دون الله عز وجل هذا الحكم بخصوص رايات الضلال يسري يسري في زمان الغيبة الكبرى من أولها إلى ظهور السفياني ومن ظهور السفياني إلى ظهور في إمام زماننا هذا الحكم يسري ويجري في سياقه ومجراه الرواية واضحة جداً كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت الطاغوت هو الذي يدعو إلى نفسه الطاغوت هو الذي يطاع في معصية الله الطاغوت هو الذي يجعل نفسه إماماً في مواجهة الإمام الأصل ليس خاضعاً للإمام الأصل كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت يُعبد من دون الله عز وجل وصلت معكم إلى اليماني فإن اليمانية لا علاقة له بالمقطع الزماني من بداية الغيبة الكبرى إلى وقت ظهور السفياني فاليماني يكون ظهوره مع السفياني هؤلاء الثلاثة السفياني واليماني والخراساني سيكون ظهورهم في وقت واحد الروايات صريحة بذلك فكلامنا عن اليماني سيكون متعلقاً بالقسم الرابع من التقسيم الذي ذكرته لكم لزماننا الديني لزماننا التشريعي اليماني لا علاقة له بالقسم الأول بعصر الحضور ولا علاقة له بالقسم الثاني بعصر الغيبة الأولى ولا علاقة له بالقسم الثالث حيث يبدأ القسم الثالث من أول الغيبة الكبرى وإلى زمان ظهور السفياني بقي عندنا القسم الرابع حيث يبدأ القسم الرابع من وقت ظهور السفياني إلى وقت ظهور إمام زماننا اليماني يرتبط بهذا المقطع الزماني فكل ما مر من الأحاديث والروايات التي ترتبط ب زمان الغيبة الكبرى حتى وقت ظهور السفياني لا ترتبط تلك الروايات باليماني ومن هنا فإن الأئمة شخصوا لنا موقفنا من اليماني وأعتقد أن الحديث الذي بين يدي هو من أوضح الأحاديث في هذا الخصوص إنني أقرأ عليكم من غيبة النعماني النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة وهذه طبعة أنوار الهدى الطبعة الأولى قموا المقدسة الحديث طويل يبدأ من الصفحة الثانية والستين بعد المائتين إنه الحديث الثالث عشر بسنده بسند النعماني عن أبي بصير عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه إلى أن يقول إمامنا الباقر صلوات وسلام عليه في الصفحة الرابعة والستين بعد المائتين ثم قال خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد نظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا هذا النظام نظام الخرس سيكون نظاما لكل الأحداث والوقائع التي ستبدأ تتوالى منذ بداية شهر رجب العلامات من مراد من نظام الخرس نظام كنظام الخرس نظام الخرس إذا أردنا أن نتحدث عن مسبحة أو عن قلادة من قلائد الخرس فإن نظام الخرس إذا كنا نتحدث عن تنظيم تلك المسبحة عن تنظيم تلك القلادة إننا ندخل في خيط المسبحة أو في خيط القلادة أو في سلسلة القلادة ندخل الخرس واحدة بعد أخرى وإذا كان الحديث عن قطع الخيط فإذا ما قطعنا الخيط من المسبحة أو من القلادة فإن الخرسة الأولى ستقع وتأتي بعدها مباشرة الخرزة الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة وبعد ذلك ستأتين مجموعة متتالية من الخرز المتساقط هذا هو نظام الخرس نظام متتابع فهكذا ستكون الأحداث خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد نظام كنظام الخرز يتبع بعضه بعضا فيكون البأس من كل وجه ويل ويل لمن نواه كلهم أقوية السفياني اليماني الخراساني ويل ويل لمن نواه وليس في الرايات هذه راية أهدى من راية اليماني هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم فالراية اليمانية هي الأهدى الراية السفيانية واضحة هي راية ضلال تبقى عندنا الراية الخراسانية إنها راية هدى لكن الراية الأهدى هي راية اليماني وليس في الرايات راية أهدى من راية اليماني هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم ليس بطاغوت الطواغيت الذين تحدثت عنهم الروايات من أصحاب الرايات قبل القائم هم الذين يدعون إلى أنفسهم لأنه يدعو إلى صاحبكم فإذا خرج اليماني حرم حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم قد تشير الرواية إلى أن الدول التي تصنع الأسلحة ستقوم بمحاصرة ومحاصرة وبمنع لوصول الأسلحة إلى الجهة التي سيكون فيها اليماني والخراساني الحديث عن منطقة الشرق الأوسط هذه المنطقة المشكلة على طول التاريخ وليس الآن وقبل الإسلام كذلك وقبل المسيحية وحتى قبل اليهودية منطقة الشرق الأوسط هذه المنطقة التي هي لولب الأحداث في العالم في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم هنا في النسخة التي بين يدي وضعوا شدة على الراء حيث تكون القراءة فإذا خرج اليماني حرم هو الذي يحرم ولكن الكلام هذا ليس منطقيا فإذا خرج اليماني حرم حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم وإذا خرج اليماني هنا يتحقق واضحا تكليفنا الشرعي وإذا خرج اليماني فانهض إليه فانهض إليه فإن رايته راية هدى ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه فمن فعل ذلك فهو من أهل النار لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم ليس هناك من شخصية منذ بداية عصر الغيبة الكبرى وإلى زمن ظهور اليماني ليس هناك من شخصية حضية حضية بهذا الوصف وبهذا البياني وبتوجيه الناس إليه على الإطلاق أنني أتحدث عن دين العترة الطاهرة أئمتنا صلوات الله عليهم لم يمتدحوا شخصا بحيث أنهم وجهوا الناس إليه بهذا المستوى وبهذه الكيفية منذ بداية الغيبة الكبرى وإلى وقت ظهوره ولذا فإن هذه الشخصية شخصية مميزة جدا وكلام الباقر واضح وواضح جدا هؤلاء المعممون لا أدري هل ينطلقون من حسد ومن أبرز أمراض المعممين الحسد مشكلة الكثير من مراجع الشيعة أنهم مصابون بحسد محمد وأهل محمد ولذا يحاولون قدر الإمكان أن يقدموا الأحاديث التي تخبر الشيعة عن مقاماتهم الغيبية يحاولون قدر الإمكان أن يشيع الأحاديث التي تشير إلى نقص أو عيب في محمد وآل محمد وعلى سبيل المثال حينما يطبلون لعقيدة الضلال من أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لا يحسن القراءة والكتابة كتبهم مشحونة بهذا الضلال بينما أئمتنا يقولون من أن الذين يعتقدون بهذه العقيدة كذابون ملعونون لعنهم الله وهذا الكلام ينطبق على مراجع الشيعة منذ زمان الطوس وإلى يومنا هذا بحسب أحاديث إمامنا الباقر والجواد صلوات الله عليهما فإن هؤلاء كذابون ملعونون لعنهم الله مرض عند مراجع النجف وكربلا الحسد حسد محمد وآل محمد وهذا الحسد ينتقل إلى أوليائهم لماذا كل هذا الكلام عند أصحاب العمائم وخصوصا عند العمائم السستانية اللعينة لماذا كل العمائم تتفق على تضعيف شخصية اليمان مع أنه ليس موجودا ليس موجودا لا حان وقته ولا يوجد أحد يعرفه ولكنهم من الآن من الآن يحاولون الانتقاص منه بقدر ما يستطيعون تارة تحت طائلة علم الرجال علم القنادر وأخرى تحت طائلة علم أصول الفقه إنه علم شيطاني بتمام معنى الكلمة علم لتدمير دين العترة الطاهرة فهذا الحكم صريح صريح من إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه وإذا خرج اليماني فانهض إليه الإمام صلوات الله وسلامه عليه ما قال وإذا خرج اليماني فانصره لأنه يمكنك أن تنصره وأن تجالس يمكنك أن تنصره بمستوى من مستويات النصر وأنت تستلقي على فراشك الوثير لكن الإمامة قال فانهض إليه فانهض إليه بكل قوتك تعبير دقيق جداً ما قال الإمام الباقر وإذا خرج اليماني فأطعه يمكنك أن تطيعه وأنت في بيتك وأنت في مكتب عملك وأنت في مزرعتك يمكنك أن تطيعه فطاعة أساساً تبدأ من النية والتصميم ثم تتحول إلى معرفة في أي شيء أطيعه وبعد ذلك تتحول إلى قول وعمل فيمكن للشيعي أن يطيعه وهو في بيته الإمام ما قال هذا قال وإذا خرج اليماني فانهض إليه فاترك كل شيء في يدك واجمع كل قوتك واتجه إليه فانهض إليه إن كنت تسلقي على فراشك الوثير فاتركه إن كنت جالساً فقم وإن كنت قائماً فتحرك فانهض إليه الكلام واضح وصريح ألا لعنة على المنهج الطوسي ألا لعنة على المنهج السيستاني ألا لعنة على العمائم الطوسية السيستانية الجاهلة الضالة المضلة هذا هو حديث الأئمة صلوات الله عليهم وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى لا مجال أن تناقش لا مجال أن تتساءل عن أي شيء تبحث الإمام قالها فإن رايته راية هدى برغم أنفك أخاطب الشيعة عموماً لا مجال للمناقشة لا يوجد هنا وقت المرحلة حاسمة والوقت حساس وإذا خرج اليماني فانهض إليه إنني أتحدث عن زمان ظهوره عن زمان خروجه وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى والإمام يقطع الطريق على الجميع ولا يحل لمسلمين أن يلتوي عليه أن يجد أعذاراً أن يحتال عليه أن يدلس عليه ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه فمن فعل ذلك فهو من أهل النار الأمور واضحة صريحة مثل ما قلت لكم فإن القسم الرابعة من زماننا الديني والتشريعي من ظهور السفياني إلى ظهور إمام زماننا التكليف واضح لا غبار عليه ولا مجال للمناقشة فيه وفي تفاصيله فهؤلاء الذين يريدون أن يجعلوا اليمانية تحت سلطة المتخلفين المعتوهين السفهاء من مراجع النجح في وكربلاء كيف كيف يستقيم هذا الكلام مع منطق إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه الواضح الصريح المراجع مطالبون أيضا أن يكونوا في هذا السياق هم لن يفعلوا هذا بحسب الروايات لأن المنهج البترية القذرة منهجهم وهم سيخرجون لحرب إمام زماننا ألا لعنة الله عليهم الكلام واضح التكليف الشرعي بيّن وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه فمن فعل ذلك فهو من أهل النار لماذا؟ لأن المنهج واضح صريح السر في المنهج لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم دائما أقول المشكلة أين؟ ليست في الأشخاص وإنما في المنهج وهذه ميزة اليماني ميزته في المنهج في منهجه منهجه هو هذا لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم أما شخصه فهو مخلص مخلص لأن الإمام الباقر يقول لأنه يدعو إلى صاحبكم ولا يدعو إلى نفسه فهناك المنهج النظيف وهناك الإخلاص الإخلاص في قلب هذا القائد لأنه يدعو إلى صاحبكم ولذا فإن التكليف فانهضوا إليه فانهضوا إليه هذا هو التكليف أعتقد أن الكلام واضح وصريح جداً ولا أحتاج إلى شرح وبيان يكون أكثر من هذا البيان الوجيز الواضح والواضح جداً نذهب إلى فاصل أعود إلى المشرقيين إلى رواية أبي خالد الكابلي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه لازلت أقرأ عليكم من غيبة النعماني كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه ثم يطلبونه فلا يعطونه فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوه فلا يقبلونه حتى يقوموا من هنا جاء مصطلح القيام فلا يقبلونه فلا يقبلونه حتى يقوموا ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم في الاتجاه اليماني نفسه لكنهم لا يمتلكون إخلاص اليماني ولذا فإن رايته الراية الأهدى ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم قتلاهم شهداء أما أني لو أدركت ذلك لستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر هذا القيام المشرقي سيكون في المقطع الزماني الثالث ما قبل ظهور السفياني أما اليماني فإن ظهوره سيكون مقارنا لظهور السفياني فالهم جال للمقارنة فيما بين الموقفين فهذه الرواية لها سياقها ورواية اليماني لها سياقها الآخر رواية المشرقيين إذا أردنا أن نناقشها فإننا نناقشها ضمن أحكام المقطع الزماني الثالث من بداية الغيبة الكبرى إلى زمن ظهور السفياني أما رواية اليماني التي قرأت ما قرأت عليكم منها فإنها ترتبط بالمقطع الزماني الرابع ومن هنا فإن تقسيم الزماني بهذه الدقة وبهذا الوضوح يكون ضروريا لفهم حقائق الأمور ومع ذلك فهناك جهة ربط فيما بين الروايتين جهة الربط هذه أما أني لو أدركت ذلك لستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر فإن الرواية تحدثت عن قيام المشرقيين وعن مدحهم ومدح قيامهم المشرقيون المشرقيون مدحوا حينما قال إمامنا الباقر صلوات الله عليه وَلَا يَدْفَعُونَهَا إِلَّا 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 صَاحِبُكُمْ هَذَا مَدْحٌ لَهُمْ ومدح قيامهم حينما قال إمامنا الباقر صلوات الله عليه قَتْلَاهُمْ شُهَدَا فالرواية واضحة صريحة في مدح المشرقيين قطعا يكون المدح إجماليا لا يوجد مدح تفصيلي نحن بشر حينما نمتدح من قبل الأئمة فإن المدح يكون إجماليا لسنا معصومين لسنا معصومين وإن المدح قد يكون ناظرا إلى جهة معينة الجهة المنظور إليها في الرواية علاقتهم بإمام زمانهم بقية الأمور ليست واردة في هذه الرواية فلا يقبلونه حتى يقوموا هذه شؤونهم هذه شؤون المشرقيين يصيبون يخطئون يبتعدون عن الهدى يقتربون من الهدى كأن بقوم قد خرجوا بالمشرق هذه شؤونهم يطلبون الحق بحسب فهمهم فلا يعطونه ثم يطلبونه فلا يعطونه مسار الأحداث التي تتولد بأسباب من قبلهم وبأسباب من قبل غيرهم فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوه فلا يقبلونه حتى يقوموا كل هذا أمر راجع إليهم يقع فيه الحق والباطل يقع فيه الصواب والخطأ الرواية لا تريد أن تمدح كل شيء وإنما مدحت المشرقيين بالإجمال ومدحت عملهم هذا سلطت الضوء على نقطتين مدحت المشرقيين في هذه النقطة النظر إلى هذه النقطة وهذا هو النظر الأهم ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم جهة المدح فيهم هي هذه هي هذه علاقتهم بإمام زمانهم علاقتهم صادقة بإمام زمانهم يخطئون يصيبون يعملون بالمعروف يعملون بالمنكر هم بشر وليس هناك من مجموعة إن كانوا على الحق أو كانوا على الباطل يحكمون الناس قبل إمام زماننا لا يصدر الظلم منهم الجميع سيحكمون ويظلمون ويفشلون وينتصرون ويربحون ويخسرون وَا 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 لكن الذي يميز هؤلاء عن غيرهم أن علاقتهم بإمام زمانهم صادقة صادقة ولذا فإنهم إذا ما رأوا مقدمات ظهور إمام زمانهم إنهم يتهيأون لنصرته ويدفعون ما تحت أيديهم من سلطة من قوة يدفعونها بين يدي إمام زمانهم ميزتهم هي هذه علاقتهم الصادقة بإمام زمانهم ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم قتلاهم شهداء هذا مدح للمنهج قطعا سيكون مدحا إجماليه ليس هناك من منهج معصوم ينتجه غير المعصوم هل نتوقع من غير المعصوم أن ينتج لنا نشاطا معصوما فاقد الشيء لا يعطيه هذه بديهية معروفة نعرفها جميعنا فاقد الشيء لا يعطيه لا يمكن لجاهل أن يعلم الآخرين إنه فاقد للعلم فكيف يعطي العلم للآخرين وهكذا إمامنا الباقر شخص مسار المشرقيين ولكنه لم يلتحق بهم قال أما أني لو أدركت ذلك لستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر ومر علينا في الحلقة الماضية معنى الاستبقاء لو جمعنا بين هذه الرواية وما جاء في حديث إمامنا الباقر أيضا بخصوص اليماني فإن الرواية تحدثت عن راية هدى هي راية الخراساني وعن راية أهدى هي راية اليماني الإمام الباقر ما قال انهضوا إلى الخراساني وإنما قال انهضوا إلى اليماني صار الأمر واضحا فإمامنا الباقر حينما يقول أما أني لو أدركت هذا لستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر في المسار اليماني الروايتان تتحدثان عن المضمون نفسه ولكن كل رواية بحسبها لأن رواية المشرقيين ترتبط بالمقطع الزماني الثالث من بداية الغيبة الكبرى إلى وقت ظهور السفياني أما رواية اليماني فإنها ترتبط بالمقطع الزماني الرابع من ظهور السفياني إلى ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هذا الزمان مختلف وحينئذ فإن الظروف ستكون مختلفة وهكذا سائر التفاصيل التي تترتب على هذه الوقائع رواية مهمة أقرأها عليكم من الكاف الشريف إنه الجزء الثامن من طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة العاشرة بعد المائتين إنه الحديث الحادي والثمانون بعد الثلاثمائة بسنده بسند الكليني عن عيص بن القاسم قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول عليكم بتقوى الله وحده لا شريك له وانظروا لأنفسكم انظروا نظر الرعاية نظر التدبر انظروا بحكمة بروية هذا هو مراد إمامنا الصادق صلوات الله عليه عليكم بتقوى الله وحده لا شريك له وانظروا لأنفسكم فوالله إن الرجل ليكون له الغنم فيها الراعي فإذا وجد رجلا هو أعلم بغنمه من الذي هو فيها يخرجه ويجيء بذلك الرجل الذي هو أعلم بغنمه من الذي كان فيها هكذا يفعل الناس لأجل منافع أغنامهم نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله قالها لأبي ذار قال له عليك أن ترى الناس حمقاء في دينه عقلاء في دنياه والله والله لو كانت لأحدكم نفسان يقاتل بواحدة يجرب بها ثم كانت الأخرى باقية فعمل على ما قد استبان لها ولكن له نفس واحدة إذا ذهبت فقد والله ذهبت التوبة فأنتم أحقوا أن تختاروا لأنفسكم إن أتاكم آت منا فانظروا على أي شيء تخرجون ولا تقولوا خرج زيد إنه زيد الشهيد ولا تقولوا خرج زيد وكان مؤيداً من الأئمة صلوات الله عليهم ولا تقولوا خرج زيد فإن زيداً كان عالماً وكان صدوقاً ولم يدعكم إلى نفسه العقدة هنا فكل راية ترفع تخرج قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت لأنه يدعو إلى نفسه العقدة هنا اليماني يدعو إلى صاحبكم لا يدعو إلى نفسه وهذا هو حال زيد الذي خرج في زمن الحضور في المقطع الزماني الأول الإمام هنا يتحدث مع الشيعة الذين الذين كانوا يتوثبون كلما سمعوا بأن هاشمياً خرج معارضاً للسلطة آنذاك توثبوا أن يكونوا معه ولذا فإن الإمامة الصادقة يقول لهم والله لو كانت لأحدكم نفسان لا بأس جربوا بواحدة يقاتلوا بواحدة يجربوا بها ثم كانت الأخرى باقية فعمل مع نفسه الثانية بما اعتبر به مما جرى مع نفسه الأولى فعمل على ما قد استبان لها ولكن له نفس واحدة إذا ذهبت فقد والله ذهبت التوبة فأنتم أحق أن تختاروا لأنفسكم إن أتاكم آت مننا فانظروا على أي شيء تخرجون ما هو البرنامج ما هو المخطط ما هي الأهداف ولا تقولوا خرج زيد فإن زيدا كان عالما وكان صدوقا ولم يدعكم إلى نفسه اليماني كذلك عالم وصدوق يريدون من هذا العالم الصدوق أن يكون خاضعا لهؤلاء المعتوهين السفلة السفهاء الجالة الطوسيين هذا هو الذي يتحدث عنه المعممون طيح الله عظم فيخالفون منطق العترة هذا هو منطق العترة أما منطق المعممين الطوسيين السستانيين فإنه منطق أدبارهم إنه منطق الخراء وقارنوا وقارنوا بين منطق القرآن الذي هو منطق العترة الطاهرة وبين منطق الخراء الذي هو منطق الحوزة الطوسية القذرة وَلَا تَقُونُ وَلَا تَقُونُ خَرَجَ زَيْدٌ فَإِنَّ زَيْدًا كَانَ عَالِمًا وَكَانَ صَدُوقًا وَلَمْ يَدْعُكُمْ إِلَى نَفْسِهِ إِنَّمَا دَعَاكُمْ إِلَى الْرِضَى من آل محمد وَلَوْ ظَهَرَ لو أنه ظهر على أعدائه لَوَفَى بِمَا دَعَاكُمْ إِلَيْهِ هذا وفي نحن نتحدث عن زيد الشهيد في بعض الأحاديث عن أئمتنا من أن الذين قتلوا مع زيد الشهيد كالذين قتلوا مع رسول الله في بدر من أن الذين قتلوا مع زيد الشهيد كالذين قتلوا مع أمير المؤمنين في صفين ولو ظهر لَوَفَى بِمَا دَعَاكُمْ إِلَيْهِ إِنَّمَا خَرَجَ إِلَى سُلْطَانٍ مُجْتَمِعٍ إِلَى سُلْطَانِ بَنِي أُمَيَّةَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ قَاطِبَةً إِنَّمَا خَرَجَ إِلَى سُلْطَانٍ مُجْتَمِعٍ لِيَنْقُضَهُ فَالْخَارِجُ مِنَّا الْيَوْمِ إِلَى أَيِّ شَيْءٍ يَدْعُوكُمْ هَأُولَاءِ الَّذِينَ يَدْعُونَكُمْ إِلَى الْخُرُوجِ مَا فِيهِمْ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَحَدٍ كَزَيْدٍ زَيْدٌ كَانَ أُنْمُوذَجًا كَانَ مِثَالِيًا فَالْخَارِجُ مِنَّا الْيَوْمْ إِلَى أَيِّ شَيْءٍ يَدْعُوكُمْ إِلَى الْرِضَى مِنْ آلِ مُحَمَّدِ فَنَحْنُ نُشْهِدُكُمْ أَنَّا لَسْنَا نَرْضَى بِهِ وَهُوَ يَعْصِيْنَا الْيَوْمْ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٍ وَهُوَ إِذَا كَانَتْ الْرَايَاتُ وَالْأَلْوِيَةُ أَجْدَرَ أَنْ لَا يَسْمَعَ مِنَّا إِلَّا إِلَّا معَ مَنْ اجْتَمَعَتْ بَنُوا فَاطِمَةَ مَعَهُ مَنْ هَذَا الَّذِي تَجْتَمِعُ مَعَهُ بَنُوا فَاطِمَةً الْيَمَانِيُّ الْيَمَانِيُّ لأن الأمر موجه للجميع فيجب على الجميع أن يكون تحت رايته لأن الإمام الصادق هنا لا يتحدث عن إمام زماننا وإنما يقارنوا مع الذين كانوا يدعون الشيعة إلى الخروج قارنهم مع زيت فيما مضى من الذين مضوا وبعد ذلك قارنهم مع اليماني لأن اليماني هو الذي سيجتمع معه بن فاطمة وَسَأَقِفُوا عَلَى مَعْنَى بَنِي فَاطِمَةً بعد أن أُكْمِلَ الرِّوَايِ إِلَّا 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 مَعَ مَنْ اجْتَمَعَتْ بَنُوا فَاطِمَةَ مَعَهَ لِلَّا ما صاحبكم إلا من اجتمعوا عليه صاحبكم الذي تنصرونه وليس الحديث هنا عن الإمام المعصوم فوالله ما صاحبكم إلا من اجتمعوا عليه إذا كان رجب فأقبلوا على اسم الله عز وجل لأن اليمانية يكون قد خرج في رجب الإمام الحجة لا يخرج في شهر رجب رجب هذا هو رجب العلامات فصاحبكم هنا هو اليماني لأنه هو الذي يخرج في رجب يكون خروج السفياني واليماني والخراساني في شهر واحد قرأنا الرواية قبل قليل إنه شهر رجب العلامات إلا مع من اجتمعت بني فاطمة معه فوالله ما صاحبكم إلا من اجتمعوا عليه إذا كان رجب فأقبلوا على اسم الله عز وجل لأن حركة اليماني قد بدأت وإن أحببتم أن تتأخروا إلى شعبانة فلا ضير وإن أحببتم أن تصوموا في أهاليكم فلعل ذلك أن يكون أقوى هذه فسحة ولكن بعد الصيحة فإن الصيحة ستكون في الثالث والعشرين من شهر رمضان في يوم جمعة في فجر يوم القدر في فجر ليلة القدر فالقدر له ليلة وله يوم في فجر يوم القدر في الثالث والعشرين من شهر رمضان في يوم جمعة تكون الصيحة هذه فسحة لكنها فسحة للاستعداد لأن اليمانية قد ظهر في شهر رجب ظهر في اليمن ظهر في اليمن ها هو يتحرك باتجاه العراق إنه يقبل من اليمن مثلما السفياني ظهر ويظهر في الشام والقراساني في إيران الظهور سيكون في شهر رجب اليماني في شهر رجب يكون في اليمن ومن هناك يتوجه إلى العراق لذا هناك فسحة إنها فسحة الاستعداد فسحة التهيئ فسحة تنظيف العقول والقلوب إنها فسحة لتجديد الإخلاص فيمكن أن يتأخر الشيعي إلى شهر رمضان وإلى الصيحة ما بعد ذلك فإن الأمر سيكون على حد السيف إذا كان رجب فأقبلوا على اسم الله عز وجل وإن أحببتم أن تتأخروا إلى شعبان فلا ضير وإن أحببتم أن تصوموا في أهاليكم فلعل ذلك أن يكون أقوى وكفاكم وكفاكم بالسفياني علامة إنها علامة العلامات وكفاكم بالسفياني علامة انتهى المقطع الزماني الثالث وبدأ المقطع الزماني الرابع حيث التكليف سيكون واضحا وواضحا جدا هناك علامة ذكرها إمامنا الصادق صلوات الله عليه في هذه الرواية الستراتيجية المهمة هذه رواية ستراتيجية لأنها تحدثت بالإجمال والإيجاز عن برنامج تفصيلي لكل المقاطع الزمانية التي مر الحديث عنها الذي نحتاجه ما يرتبط باليماني ها هو إمامنا الصادق يرسم لنا برنامجا يمثل خطة ثانية الخطة الأولى فانهض إلي إذا كنت قادرا على ذلك ولكن الأئمة وضعوا لنا فسحة ومجالا إلا مع من اجتمعت بنوا فاطمة معه هذه الكلمة حساسة جدا ومهمة جدا وهذه الكلمة مفتاح لفهم الرواية بكل تفاصيلها هذه الكلمة مفك في الرواية نذهب إلى فاصل الرواية التي قرأتها عليكم عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قبل قليل هكذا قالت من أن علامة صاحبنا الذي ننهض لنصرته في شهر رجل أن يجتمع عليه بنوا فاطمة ما المراد من هذا المصطلح المراد من بني فاطمة هنا ما هم الذين ينتسبون إليها نسبا أسريا عشائريا إنه الانتساب العقائدي الذي يناسب زمان الأئمة فإن الكلام يكون بهذه الصيغة بنوا فاطمة والذي يناسب زماننا فإنهم الزهرائيون حينما أتحدث عن الزهرائيين إنني لا أتحدث عن نفسي شخصيا فأنا فيما بيني وبين نفسي لست زهرائيا حقيقيا إنما أتمنى أن أكون كذلك وحينما أقول زهرائي أنا إنني أتشبه بهم فأنا لا أعرف أحدا من الزهرائيين وهذه الجموع الكثيرة التي تطلق على نفسها في كل بلد من البلدان هناك العديد من المواقع الألكترونية الزهرائيون من البلد الفلاني الزهرائيون من البلد الكذائي هؤلاء ما هم بزهرائيين بالمعنى الحقيقي هذا مجرد ادعاء نحن ندعي ادعاء الذي يناسب زماننا هو هذا العنوان الزهرائيون فلا يناسب زماننا أن نقول نحن بن فاطمة وإن كانت فاطمة أمنا فإن فاطمة أم المؤمنين حقيقة حقيقة وليس أمرا مجازيا أو عرضيا لكن السياقات التي تجري في التحابير والألفاظ ليست مناسبة في زماننا أن نقول عن أنفسنا إننا بن فاطمة فهذا اللفظ يأتي في سياق الذين ينتسبون إليها نسبا أسريا الرواية لا تتحدث عن الذين ينتسبون إلى فاطمة انتسابا أسريا لماذا لأن أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بيّنت لنا حقيقة واضحة صريحة ستتلمسونها عبر الأحاديث التي سأضعها بين أيديكم ولكن عليكم أن تتدبروا بروية بروية أبدأ من هنا غيبة الطوسي الطوسي مؤسس وإمام المذهب الطوسي الطوسي متوفى سنة أربعمية وستين للهجرة وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان في الصفحة الرابعة والسبعين بعد المئتين بسنده بسند الطوسي عن أبي خديجة قال قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه لا يخرج القائم حتى يخرج إثنى عشر من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه هؤلاء إن لم يكونوا فاطميين بأجمعهم فإن بعضهم سيكونوا من الفاطميين لماذا؟ لأن الواقع الشيعية هو الذي يخبرنا بذلك فإن أكثر الشخصيات التي تتسيد الواقع الشيعية وليس اليوم حتى في القرون الماضية فإن أكثرهم من الهاشميين ويكون الأعم الأغلب منهم من الفاطميين هذا هو الواقع الشيعي نظرة فاحصة سريعة للتاريخ الشيعي فيما مضى أو لأيامنا هذه فإن الكثير من الذين يتزعمون الواقع الشيعي على المستوى الديني المرجعي وعلى المستوى السياسي الحكومي وعلى المستوى المجتمعي العشائري القبائلي واضح فإن الأعمى الأغلب من الهاشميين وإن الأعمى الأغلب من الهاشميين من الفاطميين فهذا الأمر كان يجري في السابق ويجري الآن وسيبقى على حاله في قادم الأيام لا يخرج القائم حتى يخرج إثنى عشر من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه هؤلاء طواغيت هؤلاء طواغيت هؤلاء ليسوا كزيد الشهيد وهؤلاء ليسوا كاليماني الذي يدعو إلى صاحبكم فهل سيجتمع هؤلاء على اليماني وإن كانوا من بني فاطمة هؤلاء كلهم يدعون إلى أنفسهم وماذا نقرأ أيضا الكافي وهذا هو الجزء الأول للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة الثمانين بعد الثلاثمائة من الباب الذي عنوانه باب في الغيبة إنه الحديث الحادي عشر الحديث طويل أذهب إلى موطن الحاجة منه بسند الكليني عن المفضل بن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وَلَتُرْفَعَنَّ إِثْنَةَ عَشَرَةَ رَايَةً مُشْتَبَهَةً لا يُدْرَى أَيٌّ مِنْ أَيِّ هذه رايات الضلال من الذين يقودون هذه الرايات إن لم يكونوا بأجمعهم من الفاطميين فإن بعضهم من الفاطميين لأن الذين يقودون الناس في الواقع الشيعي في الأعمل أغلب من الهاشميين وفي الأعمل أغلبي إذا نظرنا إلى الهاشميين فإنهم من الفاطميين وَلَتُرْفَعَنَّ إِثْنَةَ عَشَرَةَ رَايَةً مُشْتَبَهَةً لا يُدْرَى أَيٌّ مِنْ أَيِّ قال فبكيت المفضل بكى لأن المفضل عراقي كوفي وهذه الرايات ستخرج في العراق وفي الكوفة عاصمتها الكوفة هؤلاء هم شيعة العراق شيعة الضلال على طول الخاط شيعة الفتن شيعة الابتعاد عن منهج العترة الطاهرة بإمكانهم أن يغيروا الواقع لكن المعطيات تقول من أنهم سيستمرون على تيههم الذي هو أضعاف تيه بني إسرائيل مثلما أخبرنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال فبكيت فقال إمامنا الصادق يقول للمفضل ما يبكيك يا أبا عبد الله فقلت جعلت في ذاك كيف لا أبكي وأنت تقول إثنة عشرة راية مشتبهة لا يدرأي من أي عندي في العراق عندي في الكوفة في الشيعة فكيف لا أبكي وفي مجلسه كوة تدخل فيها الشمس ضوء الشمس كان داخلا فقال أبينة هذه هذه الشمس فقلت نعم قال أمرنا أبين من هذه الشمس أمرنا واضح أمرنا أبين من هذه الشمس لا بد من وجود جهة تكون واضحة فإذا كنا نتحدث عن المقطع الذي يكون بعد ظهور السفياني عن المقطع الزماني الذي يكون بعد ظهور السفياني فإن الجهة التي سيكون أمر أهل البيت واضحا فيها بهذا المستوى أمرنا أبين من هذه الشمس إنه اليماني ومن هنا فإنه الراية الأهدى فعلى أي أساس يكون خاضعا للمراجع الثولان ما هذه هي رايات المراجع هذه رايات الضلال المشتبهة التي لا يدرأ أي من أي هذه رايات مراجع الشيعة اللعناء أمرنا أبينوا من هذه الشمس اجمعوا هذه القرائن اجمعوا هذه المضامين الرواية في غيبة الطوس اثنى عشر من الهاشميين إنها العمائم العمائم السوداء العمائم الهاشمية وكل مرجع يدعو إلى نفسه هل رأيتم مرجعا يدعو إلى إمام زماننا أي مرجع هذا الذي يدعو إلى إمام زماننا حقيقة في ظاهر الأمر وفي باطنه حينما يكون مع الناس وحينما يكون في مجالسه الخاصة أي مرجع هذا ربما يوجد مرجع يدعو إلى الإمام بين الناس وإن كنت لا أعرف أحدا بهذا الوصف ولكن قد يوجد مرجع يدعو إلى الإمام بين الناس ولكن في مجالسه الخاصة ما هذا يفعل وإلى أي شيء يدعو إنه يدعو إلى نفسه وهذا الأمر يعرفه كل المعممين الذين يتابعون برنامج الآن هذه الحقائق معروفة واضحة شاخصة فكيف يكون اليماني تحت سلطة هؤلاء الأوغات من أولاد الحرام من حمير الشيطان من الذين ملأوا بطونهم من الحرام إنها الأموال التي يسرقونها من الشيعة باسم صاحب الزمان والذين ورثوا المرجعية عن آبائهم وأجدادهم فهؤلاء قطعا قطعا إنهم نطفوا حرام من المال الحرام من المال الحرام من هنا فإنهم ينتجون لكم هذا الضلال عبر هذه الأصوات الطوسية السيستانية الجاهلة والضالة المضلة هذه الحلقات التي عنوانها حوزة الحمير مع الحلقات التي عنوانها دجال سيستان لو تدبرتم فيها ودققتم النظر فيها جيدا فإنها ستضع أقدامكم على الطريق الصحيح نذهب إلى فاصل الجزء الثالث والخمسون من بحار الأنوار للمجلس المتوفى سنة 1111 للهجرة وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة الثامنة والسبعين بعد المئة نقلا عن كتاب الاحتجاج للطبرس إنه الحديث التاسع توقيع من توقيعات الناحية المقدسة التوقيع طويل سأذهب إلى موطن الحاجة منه إنها رسالة موجهة إلى الشيعة يتحدث فيها إمام زماننا عن عمه جعفر الكذاب فيقول إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ولا ينازعنا موضعه موضع الإمام الحسن العسكري إنه موضع الإمام ولا ينازعنا موضعه إلا ظالم آثم يتحدث عن جعفر الكذاب الذي هو أخو إمامنا الحسن العسكري وابن إمامنا الهادي إنه فاطمي فاطمي بتمام معنى الكلمة فأبوه الهادي إمام معصوم والهادي ابن الجواد والجواد ابن الرضا وهكذا إلى أمير المؤمنين وفاطمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فجعفر الكذاب فاطمي فاطمي أصيل أصيل من جهة النسب ولكن من جهة العقيدة فهو كما يقول إمام زماننا ظالم آثم وجاحد كافر وَلَا يُنَازِعُنَا مَوْضِعَهُ من الشيعة بشكل خاص ومن خلالهم إلى كل الشيعة وإلي وإليكم ولولا ما عندنا من محبة صلاحكم ورحمتكم والإشفاق عليكم لكنّا عن مخاطبتكم في شغل مما قد امتحنا من منازعتي الظالمي العتل الضال المتابع في غيه المضاد لربه المدعي ما ليس له الجاحد حق من افترض الله طاعته الظالم الغاصب هذه أوصاف جعفر الكذاب وهو فاطمي 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 أصيل من جهة النسب الأسري أما من جهة النسب العقائد فهذه عقيدته فهذا ما هو من بني فاطمة الذين ينصرون فاطمة صلوات الله عليها والذين ينصرون قائم آل محمد والذين ينصرون اليمانية التزاما بأوامر آل محمد المنتسبون إلى فاطمة عقائديا هؤلاء هم بن فاطمة في زمان الأئمة ليس مناسبا أن يقول الإمام الزهرائيون هذه التعابير وهذه المصطلحات تأتي مناسبة لزماننا ما يناسب زمان الأئمة أن يقول الإمام عن المنتسبين لفاطمة عقائديا من أنهم بنوا فاطمة لأن فاطمة أمهم فاطمة أمنا الدينية والعقائدية الحقيقية هذا الكلام ليس مجازيا إذن الذين ينتمون لفاطمة انتماء أسريا الرواية لا تتحدث عنه الرواية تتحدث عن الذين ينتمون إليها انتماء عقائديا وإلا هذا هذا جعفر ابن الهادي ابن الجوادي ابن الرضا ابن الكاظمي ابن الصادقي ابن الباقري ابن السجادي ابن الحسين الشهيد ابن فاطمة فاطمي 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 أصيل لكنه ليس من بني فاطمة هو ينتسب إليها انتسابا أسريا لا ينتسب إليها انتسابا عقائديا نسبه العقائدي هو هذا ظالم آثم جاحد كافر عتل ضال متابع في غيه مضاد لربه مدع ما ليس له جاحد حق من افترض الله طاعته إنه ظالم غاصب هذا هو جعفر الكذاب وماذا يقول إمام زماننا في الرسالة نفسها يقول وفي ابن رسول الله صلى الله عليه وآله لي أسوة حسنة وسيردي وسيردي الجاهلة رداءة عمله وسيعلم الكافر يتحدث عن جعفر لمن عقب الدار لقد جعل فاطمة في مواجهته فهل هذا من بني فاطمة وفي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله لأسوة حسنة وسيردي الجاهلة رداءة عمله وسيعلم الكافر لمن عقب الدار الكافر هذا هو جعفر الكذاب والإمام جعل فاطمة أسوة له جعلها في مواجهة جعفر هذا فهل هذا من بني فاطمة إنه من بني فاطمة نسب أسريا ولكن هذا لا قيمة له الانتماء الحقيقي لفاطمة هو الانتماء العقائدي فهنا حينما تأتي كلمات أهل البيت وتأتي رواياتهم كالرواية هذه التي قرأتها عليكم من الكاف إلا مع من اجتمعت بن فاطمة معه إنهم بنوا فاطمة العقائدي وما هم بنوا فاطمة النسبي هؤلاء هم جند اليماني الزهرائيون الزهرائيون ويا ليتنا نكون منهم نحن نحمل هذا الوصف حبا به حبا به فإن هذا التعبير الذي جاء في الرواية إلا مع من اجتمعت بن فاطمة معه لا يناسب زماننا الذي يناسب زماننا أن نقول إننا زهرائيون إننا زهرائيون هذا المضمون مأخوذ من هذه الرواية وامثالها هذا هو منهج قناة القمر هذا هو منهجنا وتسمعون مني دائما أقول من أننا نحاول أن نقترب من المنهج اليماني هذا الكلام دائما أردده إننا نحاول بقدر ما نستطيع أن نقترب من المنهج اليماني من المنهج الزهرائي لعلنا نكون من هؤلاء الذين تتحدث عنهم كلمات إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إلا مع من اجتمعت بن فاطمة معه فوالله ما صاحبكم إلا من اجتمع عليه من اجتمع عليه الزهرائيون إذا كان رجب سيجتمعون عليه في رجب إذا كان رجب فأقبل على اسم الله عز وجل هذه حقائق هذه حقائق هذه حقائق تصدقها النصوص وهذه النصوص تصدقها الآيات آيات القرآن وكل المضامين هذه الواقع يصدقها فضلا عن الوجدان السليمي وعن العقل النظيف وعن الفطرة الصافية نذهب إلى فاصل عوالم العلوم ومستدركاتها العوالم لعبد الله البحراني والمستدركات لمؤسسة الإمام المهدي هذا هو الجزء الثالث من عوالم الإمام المهدي صلوات الله عليه إنها طبعة مؤسسة الإمام المهدي قموا المقدسة صفحة ثلاثمية وسبعة إنه الحديث السادس والتسعون بعد المئة من خطبة لأمير المؤمنين صلوات الله عليه في الكوفة حديث حديث مع العراقيين حديث مع الكوفيين حديث مع الشيعة أيها الناس أيها الناس إلزموا الأرض من بعدي وإياكم وإياكم والشذاذ من آل محمد فإنه يخرج شذاذ آل محمد فلا يرون ما يحبون لعصيانهم أمري ونبذهم عهدي مثلما نبذ مراجع الشيعة عهد الولاية والإمامة حيث يقول إمام زماننا في الرسالة التي وصلت إلى المفيد سنة أربعمية وعشرة للهجرة وإمام زماننا يخاطب أكثر مراجع الشيعة ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم كثير من المراجع مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون أيها الناس إلزموا الأرض من بعدي وإياكم والشذاذ من آل محمد فإنه يخرج شذاذ آل محمد فلا يرون ما يحبون لعصيانهم أمري ونبذهم عهدي وتخرج راية من ولد الحسين تظهر بالكوفة بدعامة أمية إلى أن يقول أمير المؤمنين وإياكم 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 والدجالين من ولد فاطمة فإن من ولد فاطمة دجالين فهؤلاء هل هم داخلون في تعبير إمامنا الصادق حينما عبر عن أنصار اليماني بأنهم بن فاطمة هؤلاء دجالون خارجون من النسب العقائدي قد يكونون داخلين في النسب الأسري ولكن الحديث هنا حديث العقائد ما هو حديث الأسر وإياكم وإياكم والدجالين من ولد فاطمة فإن من ولد فاطمة دجالين وماذا نقرأ في غيبة النعماني هذه رواية مهمة جدا أتمنى أن تنصتوا إليها بعقولكم قبل قلوبكم في الصفحة التاسعة والتسعين بعد المائتين إنه الباب السادس عشر الحديث الثاني عن أبي خالد الكابلي قال لما مضى علي بن الحسين أي لما استشهد ورحل عن هذه الدنيا لما مضى علي بن الحسين دخلت على محمد بن علي الباقر صلوات الله عليهم جميعا فقلت له جعلت في ذاك قد عرفت انقطاعي إلى أبيك كان من خواصي إمامنا السجاد قد عرفت انقطاعي إلى أبيك وأنسي به ووحشتي من الناس فماذا قال له الباقر صلوات الله عليه صدقت يا أبا خالد فتريد ماذا قلت جعلت في ذاك لقد وصف لي أبوك صاحب هذا الأمر يشير إلى قائم آل محمد لقد وصف لي أبوك صاحب هذا الأمر بصفة لو رأيته في بعض الطرق لأخذت بيده قال فتريد ماذا يا أبا خالد قلت أريد أن تسميه لي حتى أعرفه باسمه لأنه كان يتأمل أن يكون هو الباقر صلوات الله عليه قلت أريد أن تسميه لي حتى أعرفه باسمه فقال سألتني والله يا أبا خالد عن سؤال مجهد متعب سألتني والله يا أبا خالد عن سؤال مجهد ولقد سألتني عن أمر ما كنت محدثا به أحدا ولو كنت محدثا به أحدا لحدثتك ولقد سألتني عن أمر دقيق النظر هنا ولقد سألتني عن أمر لو أن بني فاطمة عرفوه حرصوا على أن يقطعوه بضعة بضعة مثل ما فعل الأمويون بالحسين في الطفوف قطعوه بضعة بضعة قلت لكم أنصتوا لهذه الرواية بعقولكم قبل قلوبكم ولقد سألتني عن أمر لو أن بني فاطمة عرفوه حرصوا على أن يقطعوه بضعة بضعة من هم هؤلاء الذين يحرصون على أن يقطعوا إمام زماننا بضعة بضعة هل هم عوام الهاشميين مثلا شيوخ عشائر السادة هؤلاء لا يفعلون هذا هل هم التجار من الفاطميين من أصحاب الشركات والمصانع والمزارع مثلا هل هم أساتذة الجامعة والأطباء والمهندسون والعمال والموظفون في الدوائر الحكومية من الهاشميين الفاطميين والله كلكم تعرفون إنهم أصحاب العمائم في النجف وكربل من هم الذين يحرصون على تقطيع إمام زماننا بضعة بضعة ولقد سألتني هذا الكلام هذا الكلام ليس منطقية إذن المراد من بنه فاطمة الزهرائيون الزهرائيون هؤلاء هم بن فاطمة نحن ماذا نقرأ في الأحاديث الشريفة معاني الأخبار للصدوق المتوفى سنة ثلاثمية واحد وثمانين للهجرة وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدس في صفحة العشرين بعد الثلاثمئة من حديث بدايته صفحة ثلاثمية وتسعطعش إنه الحديث الأول عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهو يتحدث مع حمران هذا حمران أخ زرارة زرارة صاحب الإمام الصادق المعروف زرارة ابن أعين وهذا حمران ابن أعين الإمام تحدث معه إلى أن قال إمامنا الصادق صلوات الله عليه يا حمران مد المطمر بينك وبين العالم العالم هو الإمام المعصوم يا حمران مد المطمر بينك وبين العالم ما المراد من هذا المطمر هو الخيط الذي يستعمله البناء لمعرفة استقامة البناء الخيط الذي يمد على الحائط لمعرفة استقامة البناء فالإمام يقرب المعنى لحمران يقول له يا حمران مد المطمر بينك وبين العالم لا بد أن تكون الصلة فيما بينك وبين إمامك مستقيمة مستقيمة لا عيب فيها قلت يا سيدي وما المطمر ما كان يعرفه وما المطمر فقال أنتم تسمونه خيط البناء فمن خالفك على هذا الأمر فهو زنديق الذي يخالفك على هذا الامتداد المستقيم فيما بينك وبين إمامك فهو زنديق فمن خالفك على هذا الأمر فهو زنديق فقال حمران وإن كان علويا فاطميا فقال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه وإن كان محمديا علويا فاطميا إذن الانتماء إلى محمد والانتماء إلى علي والانتماء إلى فاطمة انتماء عقائدي وليس انتماء أسريا قبائليا فحينما يتحدث إمامنا الصادق صلوات الله عليه عن العلامة الواضحة في اليمان من أن بني فاطمة يجتمعون عليه إنهم الفاطميون العقائديون الإمام لا يقصد الذين ينتسبون إلى فاطمة نسبا أسرية هذا هو كلام صادق نفسه صلوات الله عليه فقال حمران وإن كان علويا فاطميا إذا خرج عن المطمار عن خيط البناء فقال أبو عبد الله وإن كان محمديا علويا فاطميا الحديث الثاني بسنده بسند الصدوق عن عبد الله بن سنان عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه ليس بينكم وبين من خالفكم إلا المطمار أنتم على منهج واضح الذي يخرج عن خيط البناء فهذا ما هو منه نحن وضعنا لكم خطا واضحا ليس بينكم وبين من خالفكم إلا المطمار قلت وأي شيء المطمار قال الذي تسمونه التر التر هو خيط البناء فمن خالفكم وجازه فابرأوا منه وإن كان علويا فاطميا الميزان إذن ميزان العقيدة الميزان إذن ميزان المعرفة وهذا هو منطق ثقافة العترة الطاهرة أقرأ عليكم من كتاب الإختصاص للمفيد المتوفى سنة 413 للهجرة وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة في صفحة الخامسة والثمانين عن أبي حمزة إنه الثمالي رضوان الله تعالى عليه قال دخل سعد ابن عبد الملك هذا أموي 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 هذا هو سعد الخير هكذا يلقبه إمامنا الباقر دخل سعد ابن عبد الملك وكان أبو جعفر يسميه سعد الخير وهو من ولد عبد العزيز ابن مروان إنه مروان ابن الحكم نعنة الله عليه وعلى أبيه وكان أبو جعفر يسميه سعد الخير وهو من ولد عبد العزيز ابن مروان دخل على أبي جعفر فبين ينشج كما تنشج النساء كان يبكي بكاء واضحا قال فقال له أبو جعفر ما يبكيك يا سعد قال وكيف لا أبكي وأنا من الشجرة الملعونة في القرآن إنهم بنوا أمية لعنة الله عليه فقال له أبو جعفر ما يبكيك يا سعد قال وكيف لا أبكي وأنا من الشجرة الملعونة في القرآن فقال له لست منهم يا سعد لست منهم أنت أموي منا أهل البيت أنت أموي أموي في النسب الأسري وهذا لاقي مهتله في النسب العقائدي أنت منا أنت من أهل البيت الرواية جميلة هذه جميلة جدا وتضع لنا قانونا واضحا في ثقافة العترة الطاهرة دخل وهو يبكي يبكي كما تبكي النساء كما يصفه أبو حمزة الثمالي فقال له إمامنا الباقر ما يبكيك يا سعد قال وكيف لا أبكي وأنا من الشجرة الملعونة في القرآن هذا حفيد مروان لعنة الله عليه فقال له لست منهم لست منهم يا سعد أنت أموي نسبك الأسري هذا وهذا لا قيمة له أنت أموي أنت أموي منا أهل البيت أما سمعت قول الله عز وجل يحكي عن إبراهيم فمن تبعني فإنه مني أنت تتبعنا أنت منا فمن تبعني فإنه مني هذا هو القانون الذي أحدثكم عن حينما قلت لكم إن هذا العنوان مفك لفهم الرواية ولفهم المضمون العام في موضوع اليماني هكذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إلا لا تكون مع أحد إلا مع من اجتمعت بنو فاطمة معه إنهم الزهرائيون إنهم الفاطميون العقائديون وأعتقد أن الصورة صارت واضحة واضحة وخاطب الذين يبحثون عن الثقافة الزهرائية الأصيلة وخاطب الذين يريدون أن يعرفوا حقائق دين العترة الطاهرة هذه هي إليكم إنها صافية نقية خذوها خذوها إليكم خذوها صافية نقية واضحة خذوها إليكم بإخلاص وصدق هذه ثقافة العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها إلا مع من اجتمعت بنو فاطمة معه فوالله ما صاحبكم إلا من اجتمعوا عليه إذا كان رجب فأقبل على اسم الله عز وجل هذا يعني هذا يعني أن تشخيصا على الواقع سيكون معروفا في الجو الشيعي من أن مجتمعا زهرائيا سيتحقق على أرض الواقع وإلا كيف سيستقيم هذا المعنى كي يكون اجتماع بني فاطمة أتحدث عن أبنائها العقائديين كي يكون علامة لليماني إلا مع من اجتمعت بنو فاطمة معه فوالله ما صاحبكم إلا من اجتمعوا عليه من هنا إنني أدعوكم إلى تشكيل تيار مجتمعي فكري زهرائي لعلنا نمهد لهذا المجتمع الزهرائي الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ولا يشترط في المجتمع الزهرائي أن يكون بالملايين ولا حتى أن يكون بالألاف قد يكون بالعشرات وقد يكون بالمئات أتحدث عن الرواية إلا مع من اجتمعت بنوا فاطمة معه فوالله ما صاحبكم إلا من اجتمعوا عليه لأنهم يوفقون لمعرفته هذا هو السبب لأنهم يوفقون لمعرفته نذهب إلى فاصل أقول لأخوتي وأخواتي وأبناء وبناتي من الذين يحبون أن يصفوا أنفسهم بأنهم زهرائيون يمكنكم أن تفعلوا ذلك ولكن أمرا مهما لا بد أن تعرفوه من أنكم حين تقولون نحن زهرائيون عليكم أن تقولوا هذا الكلام مجازا وليس حقيقة عليكم أن تقولوا هذا الكلام حبا به ولا يمثلكم تمثيلا حقيقيا الذي يقول إنني زهرائي وليس كذلك سيعاقب سيعاقب أقرأ عليكم بعضا من أحاديث العترة وبعضا من كلماتهم الشريفة إنني أقرأ عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه إنها طبعة ذو القربة الطبعة الأولى قم المقدسة في صفحة الثانية والثمانين بعد المائتين إنه الحديث الرابع والخمسون بعد المائة إمامنا الحسن العسكري يحدثنا عن سيد الشهداء وقال رجل للحسين بن علي صلوات الله عليهما يا ابن رسول الله أنا من شيعتكم فماذا قال له سيد الشهداء اتق الله اتق الله ولا ولا تدعين شيئا يقول الله تعالى لك كذبت وفجرت في دعواك إن شيعتنا من سلمت قلوبهم من كل غش وغل ودغل ولكن قل أنا من مواليكم ومن محبيكم هذه العناوين لابد أن نعرف كيف نقولها الحديث الخامس والخمسون بعد المائة وقال رجل لعلي بن الحسين لإمامنا السجاد صلوات الله عليه يا ابن رسول الله أنا من شيعتكم الخلص فقال له يا عبد الله فإذا أنت كإبراهيم الخليل الذي قال الله فيه وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم فإن كان قلبك كقلبه فأنت من شيعتنا وإن لم يكن قلبك كقلبه وهو طاهر من الغش والغل فأنت من محبينا وإلا فإنك إن عرفت أنك بقولك كاذب فيه إنك لمبتلا بفالج وهو الشلل لا يفارقك إلى الموت أو جذام مرض الجذام المعروف ليكون كفارة لكذبك هذا وشلل الجسم أهون من شلل العقل فهذا الفالج ليس بالضرورة أن يكون للجسم فقط قد يكون للعقل مثلما قام المذهب الطوسي بشل العقل الشيعي وصار العقل الشيعي مشلولا فحذاري حذاري من استعمال هذه العناوين إلا بالطريقة الصحيحة فنحن حينما نقول نحن زهرائيون هذا الكلام في حقنا مجازي وهذا الكلام نقوله لأننا نحب هذه العناوين نحب الانتماء إلى الزهراء صلوات الله وسلامه عليها نتمنى أن نكون من الزهرائيين اليمانيين الذين حدثنا عنهم الإمام الصادق وهو يحدثنا عن اليماني من أنه هو الذي يجتمع عليه بن فاطمة إنهم بن فاطمة العقائديون وقت وقت الحلقة انتهى ولا زال الحديث متواصلا نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية زهرائيون نحن مجازا وليس حقيقة ونحب أن نكون هكذا زهرائيون نحن زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله